حرب جديدة تخوضها الشرعية مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث بعيد اتهامه من قبل الرئيس هادي بالتماهي مع ما وصفها مسرحيات ميليشيا الحوثي في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة تصعيد جاء بعد إعلان الميليشيا إعادة الانتشار من طرف واحد في موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي وهو الأمر الذي رفضته الحكومة متهمة المبعوث الأممي بتجاوز صلاحياته تطور دفع الرئيس هادي إلى إرسال خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشكو فيه من تجاوزات المبعوث الأممي مؤكدا تسبب ذلك في تعريض الحكومة الشرعية لضغوطات شعبية وحزبية خطاب الرئيس هادي إلى الأمم المتحدة قُبل برد سلبي من قبل الأمم المتحدة حيث أكد الأمين العام غوتيريش ثقته المطلقة بمبعوثه الخاص إلى اليمن مارتين جريفث خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاق السويد بشأن الحديدة تأكيد عززه أعضاء مجلس الأمن بدعمهم الكامل للمبعوث الأممي مارتين جريفث داعين الأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع المبعوث الأممي للوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في ستوك هولم بما في ذلك الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة تبادل الاتهامات بين الشرعية والأمم المتحدة عزاه مراقبون إلى حالة التخبط التي تعانيها الحكومة اليمنية نتيجة تقديمها لتنازلات عديدة لصالح الميليشيا من بينها القبول في اجتزاء حلول لملفات معينة كالحديدة مثلا وهو أمر لم يعرقل فقط من تقدمها العسكري بل ساهم في إضعاف مواقفها